السلطان العظيم محمود بن سبكتكين هو فاتح الهند والذي اشتهر بالزهد والتقوى والعدل وحب الجهاد وقد دارت بينه وبين الهندوس العديد من المعارك انتصر فيها انتصارا باهرة ولكن أشهر هذه المعارك هي معركة سومنات فقد غزى بن سبكتكين بعض القرى الهندية وحطم بعض الأصنام الصغيرة لكي يبين للهندوس أن الأصنام لا تنفعهم ولا تدافع عنهم فقال بعض كبار الهندوس أن الأصنام حطمت لأن الصنم الأكبر سومنات غاضب عليها وعندما سامع ابن سبكتكين بقصة الصنم الأكبر قرر أن يحطمه ليكذب هذه الخرافات فأعد جيشه وانطلق إلى الهندوس كما ينطلق السهم وانقض عليهم كما ينقض الأسد على فريسته واستبسل الهندوس دفاعا عن صنمهم المزعوم ولكن ابن سبكتكين هزمهم شر هزيمة وعندما وصل للصنم سومنات أتى إليه كبراء الهندوس يرجون منه أن لا يحطم الصنم ويحطم معه دينهم وتعهدوا بدفع الأموال والكنوز الطائلة لقاء ذلك فأشار إليه بعض المقربين منه بقابول هذه الكنوز فهي كثيرة جدا فانتفض ابن سبكتكين قائلا أتريدون أن أنادى يوم القيامة أين ابن سبكتكين الذي ترك الصنم يعبد من دون الله لا والله لن يحدث هذا أبدا وأخذ سيفه مسرعا ليحطم إلههم المزعوم ويهدم هذا الدين الباطل معه ثم حدثت المفاجأة العظيمة فبعد أن تحطم هذا الصنم الضخم وجدوه مملوءا بالجواهر والذهب والكنوز وهي أضعاف أضعاف ما عرضه عليه الهندوس للحفاظ على صنمهم ثم دخل آلاف الهندوس في دين الله أفواجا بعدما وجدوا إلههم المزعوم لم يستطع أن يدافع عن نفسه وتأكد المسلمون أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فقد هدم السلطان الصلم ورفض الأموال ورفض أن يظل الناس على الكفر فعوضه الله بكنوز أضعاف ما عرضت عليه وأصبح في ميزان حسناته آلاف الناس الذين أسلموا بعد تحطيم هذه الأصنام الباطلة ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر